الفصل التاسع عقبة يستقنى في الفتح من قصة عقبة بن نافع اعداد استاذ يسر محمد نجيب بتبدأ احتاز الفصل التاسع بعودة عمر بن العاص لولاية مصر واول شيء صمم عليه هو استقناف الفتوحات اللي بدأها في برقة سنة 22 هجري في عهد الخليفة عمر بن الخطاب عمر بن العاص رأى ان افضل من يقوم بهذه الفتوحات هو عقبة بن نافع السبب كان مهارة عقبة في فنون الحرب بالاضافة لخبرة عقبة بشؤون قبائل البربر بسبب انه اقام هناك ست سنوات كاملة عمر بن العاص كلف عقبة بقيادة الجيش الذي سيرسل الى برقة وكانت مهمة الجيش مواصلة الفتوحات وتحصيل ضريبة الدفاع من الناس اللي رفضت دفعها بعد عودة المسلمين وانشغالهم طوال السنوات الماضية باحوالهم الداخلية بمجرد تكليف عقبة بقيادة الجيش شعر عقبة بالسعادة وكان سبب سعادته ان الفرصة جاءته من جديد لانقاذ القبائل البربرية من الوثنية والجهالة بالاضافة الى حبه للجهاد في سبيل الله بدأت الفتوحات بالاتجاه الى قبيلة لواتة سنة واحد واربعين هجري وكان موقف قبيلة لواتة انهم اعلنوا الطاعة من جديد واعتنقوا الاسلام راضين مغضبطين اتجه عقبة بعدها الى برقة وبعدما راح لبرقة وجد اهلها كما تركهم من 13 سنة بيقيموا شعائر الدين بانتظام وبيتمسكوا باصوله وقواعده اقام عقبة بينهم علشان ينشر الدعوة الاسلامية فاستجاب له عدد كبير منهم واصبح المسلمون بالالاف وبعد اقامته هناك سنتين سمع خبرا احزانه الا وهو وفاة عمر بن العاص رحمة الله عليه في شوال سنة 43 هجري وحزن عقبة لموته حزنا شديدا الخليفة معوي بن ابي السفيان ارسل معوي بن ابي حديق سنة 45 هجري ولمصر حينها على رأس جيش عدته 10 الاف مقاتل علشان يفتح بيهم البلاد وفور وصوله لبرقة اجتمع مع عقبة وبدأوا يعدوا خطة الفتح الا بان معوي بن حديق لم يحقق النصر الذي يأمله وكان النصر الذي حققه مصرا ضئيلا اذا قارناه بالفتوحات السابقة للمسلمين وما احرزوه فيها فقرر معوي بن حديق العودة الى مصر نهاية الفصل ونتمنى لكم كل التوفيق ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة